هذا البرنامج برعاية STC في كثير من الصناعات والخدمات والآخر لكن هذا النوع من الاستثمار اللي تعلق بأسواق المال أو في الصناديق أو في الأسهم أو غيرها بدي تتكلم عن شركات الاستثمار غرضها تخورها في السوق السعودي كيف تشوفها؟ يعني شركات الاستثمار في السوق السعودي مبدئيا جديدة بدأت مع نظام السوق المالية اللي هو صدر في عام 2003 وهيئة السوق المالية يعني تأسسة عام 2004 فمع صدور النظام ووجوده هيئة السوق المالية بدأت ترخيص لعمل شركات الاستثمارية شركات الاستثمارية لها خمسة مجالات أساسية تشتغل فيها اللي هي الوساطة إدارة المحافظة الصناديق الاستثمارية والدبازتري لدراج الدبازتري اللي هي الحفظ يعني كأمين حفظ يكونوا بالإضافة للكوربيت اللي هي أعمال تمويل الشركات والنشاط الخامس اللي هو نشاط التقارير أو إعطاء المشورة طبعاً معظم الشركات بدأت ظاهر أول ترخيص أعطي في عام 2004 في نهاية عام 2004 أو في بداية العام 2005 وبعدها بدأت معظم البنوك التجارية السعودية ترخص أو تسوي الاسبينوف أو تطلع من عندها النشاط الاستثماري وخلتها كشركات مستقلة بعدها دخل يعني عدد من الشركات الاستثمارية اللي هي العالمية وشركات استثمارية محلية جديدة كلها قائمة وبالإضافة للشركات اللي تكون ريجينل أو جاية من المنطقة من الكويت أو الإمارات أو من بعض الدول العربية من مصر أو لبنان وطبعاً في عندنا الشركات اللي هي حقة البنوك فالنشاطات حقتها طبعاً مختلف زي ما قلت قبل أنه في عندها خمسة نشاطات هل كل الأعمال هذه تمارس الآن ولا في بعضها وبعضها يعني تقريباً كلها موجودة يعني هو يمكن الرخصة الوحيدة اللي غير مفاعلة بشكل كبير زي الأسواق العالمية اللي هي أمين الحفظ أمين الحفظ موجودة الآن كخدمة مجانية أمين الحفظ اللي هي لان لما تيجي على السوق المالية السعودية أو تداول تداول في عندها الدبازتري سنتر أو مركز الإيداء مركز الإيداء يودع كل الشهادات حقة الشركات المدرجة وحتى في بعض الأحيان غير المدرجة هذا في تداول في تداول فتداول عنده مركز الإيداء فمركز الإيداء حق تداول ما عنده يعني شهادات ملموسة أو ورقية بالمحافظ كلها ماتيرياليز يسمونها أو شهادات يعني كلها إلكترونية كلها عبارة عن أرقام وأرقام الشهادات وهذه فبعدها ييجي أمين الحفظ اللي هو الشركات اللي زينها أمين الحفظ هذا بيكون محفظة العميل عنده ومقابل لها المحفظة الأساسية موجودة عند مركز الإيداء يعني تقدر تقول كمثل لها زي الفلوس اللي موجودة عند البنوك التجارية والبنوك التجارية تودع عند البنك المركزي اللي هي مؤسسة النقد فمؤسسة النقد اللي هي مركز الإيداء والبنوك التجارية اللي هي أمين الحفظ طيب للعمل الحقيقة أكيد يعني هو نفجع مرة ثانية للقطاعات الأساسية في الشركات الاستثمارية أو الشركات الاستثمارية اللي هي كانت تابعة للبنوك التجارية هذا أخذوا أو ورثوا المستثمرين من البنوك التجارية فهذولا تخريبا هما يكونوا يعني أسهل ممارسة لهم لعملهم الاستثماري فنفس العملاء كانوا موجودين هنا انتقلوا إلى الشركات الجديدة اللي هي مرخصة عن طريقة هيئة السوق المالي لما تجع للعملاء في أنواع من العملاء فيه اللي هم العملاء اللي اللي هم الريتل أو الأفراد طبعا الأفراد فيه هم الماسس اللي هم الأفراد الحسابات الصغيرة وفيه عندك الهي نت ورث الهما الحسابات الكبيرة الحسابات الكبيرة هذه تعتبر بعضها كحسابات مؤسسية من كبر حجمها بعدها تيجي على المؤسسات المالية وبعدها تيجي للمؤسسات الحكومية هذولا هم أنواع العمل الموجودين عندنا أو عند أي شركة استثمارية المعظم الناس يتكلموا عندما يتكلموا عن الأفراد فقط الأفراد نجحت الشركات الاستثمارية التي تابعة للبنوك في استقطابهم لأنها ورثوها من البنوك التجاري صار فيه إضافات بسيطة لكن بعد طبعا الأزمة التي صارت في عام 2006 ومخفض السوق من فوق 20 ألف إلى 4 ألاف ثمية والآن مستقر في المستقرات التي نواكفين عليها فترة طويلة تقريبا سنتين أو شيء زي كذا الأفراد صاروا يعني ما عند عندهم المقدرة أنه يكملوا باب أنه يستثمروا مع السركات لأنه مضارة بغالبا صح يعني لما تيجي تشوف التاريخ السلوك الأفراد الاستثماري اللي موجود في السوق السعودي كان موجود في عام 2002 عدد صغير جدا من الأفراد الداخلين في المحافظة الاستثمارية اللي هي تداول أو عن طريق السناديق الاستثمارية كان العدد جدا محدود يعني كان أذكر يعني حجم التداول اليومي ما يزيد عن مئة مليون إلا ما يوصل مئة مليون يكون يعتبر حدث كبير هذا عام 2002 عام 2003 طبعا بعد 11 ستمبر 11 بدت بعض الأموال ترجع من الخارج لنا بعدها جاء اكتتاب الاتصالات والذي صار اكتتاب الاتصالات يعني كان شراء على ما فارقة على ما أعتقد بالنسبة للأسواق يعني سوق الأصدارات الأولية السعودي صار في الأوليكيشن أو توزيع الأسوم للناس المستثمرين كان جدا ممتاز عام أعتقد كان 30% من الأشياء التي طلبتها ففي ناس كثيرين يساعدوا ثرواج جدا مهولة فبدل بعدها جاء اكتاب الصحر يتذكر في 2004 فبدل العالم يزيد صار عام الجاذ عام الجاذ وبدوا يدخل للسوق لما دينا في عام 2004 بدأ السوق يعني يتدبل يوم عن يوم يعني ما أذكر كان بالألف وشيء نقطة بعدين صار ألف وشيء بعدين إلا الأربع ألاف في 2004 بعدين بدأ يعني خلال 2004 2005 2006 خرج من السيطرة يعني خرج من السيطرة بشكل كامل يعني إلى نوصل إلى مستويات يعني كنا نشوف بعض الشركات ما عندها نشاط عمل أساسي ومع ذلك تلاقي وصلت ما أعطي أرقام فلكية مكررات الأربع حقتها وصلت إلى أرقام فلكية بالألاف يعني بالألاف يعني بالضبط اللي صار عندنا في عام من 2004 إلى 2006 زي اللي صار في السوق الأمريكي إذا تذكر في نهاية التسعينات تقريبا عام 98 إلى عام 2000 أذكر عام 99 في خلال ثلاثة أشهر دبل للناس ذاك الناز ذاك طلع من يعني من إذا ما كنت غلطا من 2500 إلى وصل في في فبراير مارت عام 2000 وصل إلى حوالي 5200 دبل خلال سبعة أشهر أو شيء زي كما وبعدها نزل وإلى الآن نازل يعني بشوف من عام 2000 إلى الآن ناز ذاك ما قدر ما قدر تد إلى 50% من من أسعار اللي كانت في عام 2000 طيب خلّ برجع لعنى مسألة سيركات الإستثمار خلّ أن يعني أنتو تشوفون أن فيه تحول لأنه الآن تداول السوق 93% أفراد صحيح وهذا يعتبر في القياسات أنه شيء سلبي باعتبار يعتبر السوق عالي تذبذب بحث عن الربح سريع النمط المضاربي إلى آخره ما يشوف فيه تغير يعني وشي السبب؟ ولما تيجي أنت تناظر على رغم مرور أربع سنوات يمكن حين أو خمس سنوات صحيح يعني هو بالفعل لما تقول أفراد لكن لما تيجي تناظر منهم الأفراد ما هم كلهم الماسس ما هم صغار المضاربين أكثرهم تلاقيهم من كبار المضاربين الشيء الثاني طبعا السوق داما يحتاج لتداول لما يكون فيه تداول أكبر يكون فيه سيولة أكبر فشيء جدا منتاز أنا بناظري أنه يكون فيه تداول كبير والمضاربين طبعا ما هو بال يعني كثير من الناس أما يقول لك مضاربين يأخذونه بشكل سلبي مضاربين ما هو شيء سلبي أبدا مضاربين شيء جدا حيوي بالنسبة لأي سوق مضاربين موجودين بكل أسواق مهما كانت الأسعار؟ يعني ما هم كانت الأسعار لأنه يطيك أسعار بيع وأسعار شرر فيعطيك سيولة أكبر بس لما تبتدي الأسعار ترتفع إلى أرقام فلكية بس أستاذ ياسر لما يصير فيه مسيطرين نحن طبعا المضاربين عندنا أخر تتكلم عن المملكة يركزوا على الشركات الروس مالة صغيرة وأشهب قليلة والتالي هي ممكن تسوى عشر ريال أو اثنى عشر ريال توصل مية وميتين ريال صحيح يربح القلة على حساب الأكثرية لا أكيد أنا معك هذا طبعا يعتبر فالأكثرية يسرون عندهم لا يوجد ثقاف هذا يصير عامل طلب لهم تجفيف هذه العمليات التي يسوونها لا أتكلم عنهم ولا أحاول أشجعها أبدا عشان يسوى أبدا لا هذه العمليات أنا لا أحاول أشجعها أبدا على حساب هذه تعتبر تلاعب في الأسعار أكثر منها مضاربة أنا أتكلم عن المضاربة التي هي البيع والشراء على حسب الأخبار اليومية على حسب أخبار الشركات على حسب الأشياء التي تصير يوميا وهو تكلم عن تجميع على سعر وبعدين يوصلها إلى سعر ثاني ويجلسوا مع بعض مجموعات بعدين يبدأوا لما يدخل الناس يبدأوا هم يبيعوا بأسعار أعلى يعني إحنا شفنا الباترينز هذه أو كيف الناس يبدأوا يجمعوا أو بعض المجموعات طبعا هذا تعتبر مخالفة حتى للنظام السوق المالية لما يقدروا يكتشف وصدرت عقوبات وصدرت عقوبات بالفعل يعني في معوام ظاهرة 2007-2008 وتسعة وإلى الآن جالس تصدر عقوبات فطبعا هذه ما أحد يعني حاول طيب خعيش نركز على المضاربة المضاربة تعتبر عامل الجذب للسوق صحيح؟ طيب المضاربة وين النطاقة اللي يكون فيها مقبول وين يكون هم عامل الجذب يعني كيف نقدر نحددها؟ يعني هو السيولة هي يعني المضاربة هي التي تولد السيولة السيولة هي عامل الجذب لما يجي أي مدير استثماري لأي سوق خاصة الأسواق المناشا أول شي ناظره وش الفوليومز وش التداولات اليومية يوم أنا أشتري مثلا يعني نسب من شركات كبيرة ما تقدر أطلع منها فأكيد في بعض الاستثمارات تكون استثمارات جيدة لكن بدون نسب سيولة ما تقدر تطلع منها فلما يصير في أي حاجة للسيولة وما تقدر تطلع منها هذا يعتبر عامل طرب ما هو عامل خلنطلع شوي من موضوع هذا يعني عشان موضوع ما ينتهي موضوع ضربات طيب كيف أقدر أقيم أعداء شركات الاستثمار أنا مثلا كعميل أبغر بحث عن شركة الاستثمار أضع فيها أموالي وشي معايير اللي أنا أضعها علشان أقول هذه الشركة ممكن تحقق أهدافها أكيد يعني نرجع مرة ثانية لتقسيم من هو العميل أولا هل هو من الأفراد اللي بيبقون يستثمرون على المدى الطويل هل يبغي هل يبغي يدخل في سوق الأسهم هل يبغي يدخل في الصناديق الاستثمارية ما تعتوني للأدفايز إلا طبعا إحنا عندنا يعني بالنسبة لنا سعودي فرنسي كابتل يعني سونا تقسيم جديد خلال السنة هذا طبعا سعودي فرنسي كابتل هو إذا تسمح لي بس السنة هذه اندمجنا ثلاثة شركات اللي هي كاليون سعودي فرنسي اللي هي لإدارة الصناديق وآسف اللي هي للكوربت فاينانس وتوميل الشركات وكام سعودي فرنسي اللي هي إدارة الصناديق الاستثمارية وفرنسي التداول اندمجت ثلاثة شركات بوعد توجيهات من هيئة السوق المالية تحت مسمى سعودي فرنسي كابتل ورفعنا الرأس المال من مئتان وخمسين إلى خمسمائة مليون والآن تقريبا بيطلع لنا السجل التجاري في أي يوم الآن حين عندنا إدارة اللي هي الولث مانجمنت أو إدارة الثروات إدارة الثروات راح تسمى فرنسي ثروات الولث مانجمنت هذا عندنا تقريبا ثلث عدد موظفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة